أمت الله من قطر بارك الله فيها تقول أنا عايشة لي وحدي في بلد وأهلي في بلد آخر هل يجوز لي أن أربي كلب حتى يعني يكون في حراستي أو شيء من هذا القبيل أختي أمت الله بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يؤنس وحدتك وأسأل الله تعالى أن يعينك وأن يسددك اختي الفاضل بالنسبة لتربية الكلاب هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وستثنى مجموعة من الكلاب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة يعني تمثال وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع نقص كل يوم من أجره قراط أو قراطان أو قراطين نقص من أجره يذهب من الأجر الذي اكتسبه ولذلك الإنسان إذا احتاج إلى الكلب يقتنيه لأجل الحراسة حراسة الغنم حراسة العزبة حراسة المزرعة مثلا حراسة المصنع أو كلب مثلا زراعة مثلا أو كلب غنم أو كلب صيد هذه الكلاب الصيد مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم كلب الصيد وكلب حراسة الغنم وكلب الزرع هذا الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام أما أن يأتي إنسان يقول والله أريد كلب يحرصني في البيت أقتني داخل البيت هذا غير صحيح الكلب يكون خارج البيت يحرص خارج البيت والآن ولله الحمد أختي الفاضلة هناك من الوسائل ما هو أفضل من حراسة الكلب وهو خارج البيت الكاميرات الآن كاميرات بسعر زهيد جدا تستطيعين تركبينها على سور البيت على باب الشقة مثلا وتكتفين بهذا تكتفين بهذا بارك الله فيك لأنه واضح ولا حديث في هذا ظاهرة وصحيحة لا غبار عليها فتجنب هذا بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر